أكد عادل عبدالفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن الدولة حريصة على الامتسال لمعايير العمل الدولية فيما يخص قوانين العمل وأشار عياد إلى أن الدولة وقعت على 64 اتفاقية دولية بشأن العمل أن الدولة المصرية حريصة على الامتسال لمعايير العمل الدولية عند تطبيقها هذا القانون على أرض الوكا وتم تطبيق القانون اللي عمره 6 سنوات على خلال الدورة النقابية 2018-2022 والدورة النقابية 22-26 كان نتاج ذلك أن وجود حريات نقابية داخل التنظيم النقاب المصر ومؤكدوا أن الوفد اللي كان مشارك في مؤتمر منظمة العمل الدولية في جينيف رقم 111 كان فيه منظمات نقابية داخل مصر لا تنتمي للاتحاد العمال القائم داخل مصر وتم مشاركتها داخل الوفد المصري ده أكبر دليل على أن احنا عندنا وجود حريات نقابية داخل مصر بالإضافة إلى أن رفع مصر عدم إدراك مصر ضمن القائمة الطويلة والقصيرة المعروفة على ما باسم القائمة السوداء يؤكد على احترام مصر لكافة الاتفاقيات والمعادات الدولة توقع عليها ترجمة نانسي قنقر